نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها وشدد المركز الإعلامي على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلة المستهدفة حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتياء الموسم كنتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين أشار المركز الإعلامي الارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة خمسة أشهر